إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عظيم فضل هذه البقاع بما رتبه الله على المجيء إليها من الأجور فنقل الخطى ومشو الأقدام إلى هذه البقاع المباركة رافعاً للدرجات وحاطاً للسيئات وموجباً لمزيد الفضل من الله والهبات في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة أي في عبادة وطاعة ما كانت الصلاة تحبسه وتصلي عليه الملائكة تقول في صلاتها عليه ودعائها له ما دام في مصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يحدث فيه أو يؤذي أحدا وقد قال صلى الله عليه وسلم من غدى إلى المسجد أو راح يعني من ذهب إلى المسجد أو جاء منه صباحاً أو مساءاً أعدَّ الله له نزلاً في الجنة كلما غدى أو راح أعدَّ الله له ضيافة وكرامة كلما غدى أو راح